أما جوسفالدو فريرة اللي تم تغريبه بسبب عدم حضوره بمؤتمر الصحفي المباراة في المباراة الماضية فرفض فكرة ضم أي لاعب في يناير من نادياي بيراميدز أو فيوتشار كلام كان على عبدالله السعيد وعمر كمال عبدالواحد بس هو رفض ليه؟ رفض ليه؟ عشان هو مش يقدر يستفيد منهم أفريقان عشان العيبة دي لعبت مع بيراميدز وفيوتشار فيه الكونفيدرالية وبالتالي الزمالك مش محتاج يخش في المفاوضات لضمهم عشان مش هيستفيد منهم أفريقان عشان كده جوسفالدو فريرة خد قرار نهائي أنه هو مش هيخش على لعبت بيراميدز وفيوتشار على الأقل في الوقت الحالي ده بالنسبة لتفكير جوسفالدو فريرة الزمالك كمان بيدرس الدفع بكابتن إسماعيل يوسف في منصب فني أو إداري داخل الجهاز الفني للفريق في حال تكرار الإخفاقات في الدورة من جديد التفكير منذ فترة من أجل مساعدة جوسفالدو فريرة وجهازه في الزل الإخفاقات اللي اتعرض لها مش إخفاقات يعني عشان برضو أختر ألفاظ يعني النتائج المتراجعة المتراجعة نسبيا يعني عشان برضو أصلا يعني إيه وده ينطبق على النادي الأهلي برضو وده ينطبق على النادي الزمالك يتكلم على الفريقين المتصدرين الدوري فأنت مش في يعني إيه هما مش في كارثة بس النتائج متراجعة والأداء مش حلو هنا وهناك ترجمة نانسي قنقر